مشاهدين الكرام في كل مكان برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي عبر الكتاب موضوع حلقة اليوم هو بعنوان لماذا المسيح أو المسيحية ما الذي يجعل المسيحية هي الحق أليست كل الطرق تقود إلى روما وأليست كل الديانات تقود إلى الله لماذا المسيحية ولماذا نؤمن أن المسيحية هي فعلا الحق كما قال الرب يسوع أنا هو الطريق والحق والحياة لكن أبلا ما أدخل في هذا الموضوع ونتناقش فيه مع بعض أسبوع الماضية تحدثت بتفاصيل كثيرة عن موضوع صلب المسيح وقدمت ردود لمنقذ السقار ولغيره عن تاريخية صلب المسيح وأنه لا يمكن أبدا أن نقف أمام نص آية يتيمة لم تقدم أي دليل مقابل ونأخذها مقابل 750 آية أو أكتر في الأنجيل تتحدث عن صلب المسيح بجانب الأدلة التاريخية والأدلة اللي بره الكتاب واللي جوه الكتاب اللي بتكلم عن صلب المسيح وأوقات كثيرة بحب أقرأ تعليقات المعلقين على الفيديوهات لكي ما أعرف كيف يفكر المسلم وهل ما قدمته من أدلة أقنعه أم لم يقتنعه أقدم لحضراتكم في اللحظات كده في دقايق معدودة رسالة وصلتني من مسلم بيعلق فيها على الفيديو بتاع صلب المسيح وهو بيعلق على كل الفيديوهات بقاله فترة لكن هذه الرسالة بتوريني إلى أي مدى المسلم بيفكر وكيف يفكر بل كيف يتزاكى عارفين كلمة يتزاكى يعني يظهر الزكاء كيف يتزاكى ويعمل نفسه الفهيم اللي هو فاهم الأمور وعنده الأدلة وبيحاول يفهم من النص الكتابي ويقولك إنه المسيح لم يصلب إنه كل ما مكتوف في الأنجيل لا يقدم دليلاً واحداً على أن المسيح صلب وعلى أن المسيح مات وعلى أن المسيح قد قام إلى آخر الموضوع هذه الرسالة حطتها قدام حضراتكم يمكن شوية الفونت بتاعها صغير لأنه خدت لها سكرينشات لكن أنا أحاول أقراها لحضراتكم هي من واحد اسمه سامي الأجرب أو الأجرب كويس بيقول إيه؟ بيقول صلب المسيح عليه السلام أو صلب السيد المسيح عليه السلام ولم ينزف من يده أو رجله دماً من جراء ضق المسامير كيف هذا؟ كيف لا يذكر متة ومرؤس ولؤة؟ هذا الحدث العظيم الجلل الذي يصب في أهم الإيمان المسيح وهو أنه إزاي متة ومرؤس ولؤة المسيح يصلب وتضق في يده المسامير وفي أرجله دون أن يذكر متة ومرؤس ولؤة أن المسيح نزف دماً من يده ومن رجله ده في تفكيره يبقى الصلب ده مش حقيقة كويس الصلب ده مش حقيقة ده أول حاجة فإزاي متة وإزاي مرؤس ما تكتبوش هذا الحدث؟ لو كان حقيقة كان كتبوه أعتقد متة ومرؤس ويوحنى بيفتردوا في القارئ الزكاء بيفتردوا في القارئ أنه فاهم فلما واحد يقول لك ثم قام فلان وطعن فلان بالسكينة على طول بتفهم يعني المحصلة أنه طعنة السكينة فيها زي في كده بس لما بيكتب الحدث ما بيقول لكش ثم طعنوا بالسكينة وسالة دماء من يدي من جنبه أو من الطعنة لأنه طعنة السكينة ده شيء مفروض شيء مفروض منه أنه لما تدق المسامير في اليد في اليد أو في الرجل بيسيل دم لكن عدم ذكرها لا يعني عدم حدوثها ولا يعني عدم حدوث الصلب يعني أنا هقرأ لك الحدث البشع اللي حصل فيه المنصورة وكيف تناولته وسائل الإعلام لو أنا هقيس بنفس المقياس اللي أنت بتتكلم به كويس؟ ده شاب كان بيحب زميلته في الجمع حصلت بعض الأشياء المهم قرر أنه يتبحى في الشارع وفعلاً ده بحى في الشارع كويس؟ لما الخبر دو حطته الجرائد وسائل الإعلام في اليوم السابع وهي جريدة معروفة في مصر بيقول إيه؟ بيقول لفظت طالبة بكلية الأداف في جامعة المنصورة أنفسها الأخيرة بعد ما قام زميلها بتوجيه طعنات نافذة لها بالرقبة أمام بوابة الجامعة إيه دا دا لم يذكر أنها سال منها دماء يبقى الحدث دا غلط يا زكي أنت بتتزاكي على مين؟ يعني أنت بتكتب الحاجات دي وتفكر أنه اللي بيقراها هيقبل هذه الأفكار التي ليس لها أي قيمة يعني لما يقول مثلاً فلان طخ فلان بالرصاص معروف أنه طخ الرصاص فيها دم لما معروف أنه واحد يضرب واحد بالسكينة معروف أنه أي جرح فيه دم لم يقولك أنه سمروا يديه ورجليه معروف أنه التسمير بالمسامير فيه تسفك دم عدم ذكر أنه سال من يده ورجلي دم لا يلغي أبداً أن المسيح قد صلب يعني أنت جاي وفرد جناحاتك وقامل نفسك أبو الفهيم كويس اللي بقى إيه هتطعن في الصلب من خلال الأنجيل حاجة تانية بقى نوطة تانية يقول إيه ناجد يوحنى الرسول يوحنى يعني يقول طعن جنبه بحربة ونزف الدم والماء ومن شهد فشهادته صحيحة وحق إذن يوحنى أيضاً لم يشهد بل يقول من شهد شهادته صحيحة وحق كيف ينزف الدم والماء أولاً يوحنى لما بتكلم بتكلم عن نفسه بصيغة الغاب لكن يوحنى كان حاضر حضرتك لا أريت الأنجيل ولا تعرف حاجة عن الأنجيل ولا أريت الصياق ولا أي حاجة يوحنى كان واقف عند الصليب يوحنى كان موجود وهو تلميذ يسوع المسيح وكان موجود مع مريم العزراء والرب ووجه كلامه ليوحنى وهو على صليب ووجه كلامه أيضاً لمريم العزراء وهو على صليب اتكلم لهم هما الاثنين فالشاهد الذي يشهد وشهدته حق هو يوحنى أنا معرفش يعني هو صليب تعبكم للدرجات دي الصليب مقرق راحتكم للدرجة أنه انتوا ما عندكمش أي دليل فبتيجوا وبتخرفوا في الأنجيل وبتفسروها غلط وبتقولوها ما لم تقولوا ما لو عندك دليل في القرآنك كنت اكتفيت بي وقدمته لكن لأنك عاجز ما عندكش أي دليل ولا يمكن أبداً وأنا قلت أتحدى الدكتور مونكس وأتحدى أي شخص أن يأتي بدليل قرآني مش كتابي سيبك من كتاب الكتاب ابعد عنه بيس انت بتقول المسيح لم يصلب اثبت لي من قرآنك أن المسيح لم يصلب بالأدلة التاريخية والبراهين مش تيجي عند الكتاب وتخرف فيه الكتاب اللي بيكلم بالتفصيل عن صلب يسوع المسيح اللي بيعتبره نقطة أساسية وجوهرية في حياة رب المجد اللي خصص أكتر من 40% من محتوى عشان يتناول الأسبوع الأخير من حياة الرب يسوع ده ما اللي بتقولوه ده خرافات وانا زي ما قلت قبل كده كيف العاقل أن يرفض شهادة الأنجيل التاريخية ويقبل خرافة عدم صلب المسيح فعدم صلب المسيح ما هو إلا فعلا خرافة والمفروض لأنها خرافة ما نتكلمش فيها لأنها كلام خرافة بس للأسف نترى نتكلم فيه لكي ما نقنع لكي ما نوضح ما نؤمن به لكن أوقات كثيرة بيبقى مخ الإنسان مقفول ما عندهوش دليل وجاي يطعن في الأدلة اللي عندي يعني زي ما قول بالمسا العرب شحات وعايز فينه ما عندهوش حاجة وعايز الكتار معدس يتكتب بمزاجه هو طيب حاجة تانية بقى حاجة تانية غريبة يقول إيه معلش أنا أخد وقتكو في لأنه أنا بريكي إزاي المسلم بيفكر كيف يفكر المسلم في صلب المسيح كويس وبأي طريقة وبأي اسلوب يطعن في كتار معدس وهو عاجز لا يستطيع أن يقدم دليل يقول هنا بقى ايه بيقول وكيف والمسيح يطلب ماء كونه عدشان على الصليب وقدموا له خل على قصبة وسفنجة وكيف خلوا بالكبها وكيف ليوسف الرامي حمل منفردا جثة هامدة تصبح وزنها مضاعف تحتاج لست أشخاص لحملها هو بيقول لك أن يوسف الرامي جاء وطلب جسد المسيح واخده طب ازاي بقى يوسف الرامي شال بمفرده جسد المسيح شوفه هو استنتج يعني يعني عايزة أوريكو إلى أي مدى هو بيستنتج هو خياله واسع طيب أخذ الأخ جيرجس وأرجع أرد على النقطة المهمة ده مساء الخير مساء النور أهلا بيك أنا بس أعود علق على منقص سقار لما قال ربنا هو اللي قال كده بكده هو بيدرب إله في مقتل طيب لأن الإله الذي لا يوافق مع الإجماع العام ما يجوهش إله ده صح الإجماع العام لغاية القرن السابع الميلادي كان بيقول المسيح السلب حتى الهراتق بما فيهم أريوس صح ما قالوش المسيح ما السلبش كتير هراتق ظهروا في الفترة دي ما فيش واحد فيهم تجرأ قال المسيح ما السلبش ده حقيق وبعد كده فين فين الله ده اللي يقعد يعني خادع الناس بخدعه هما المصدقينها وبيقول المسيح السلب يكون ما السلبش ده يبقى إله نحن ما نعرفهوش ده حقيق وبعد كده إلههم نشر دينه بالسيف يعني ما فيش حد اقتنع باللي قالو إله القرآن غير بالسيف وبعد كده السيف استمر من جيل حتى يومنا هذا منقص السقار باستخدم المغالطات والمخادعات وكلامه مش مضبول لهو ولا إله ونحن لو نؤمن بهذا الإله نحتبر اشتغل أنه كل من ينكر الصليب فهو الشيطان وأشكرك على شكرا لك أخويا جاريس شكرا وزي ما قلت برضا أنا في الحلقة وقتها أنه أنت عندك مشكلة مع الله الذي لا يعرف التاريخ والذي ينكر التاريخ والذي ينكر إجماع التاريخ وكأن الله خارج التاريخ مغيب عن أحداث التاريخ لكن لأنه هو فعلا أنا أنا بعتبر الفيديو اللي رد فيه الدكتور منقز أنه آه إحنا بنقبل كلام دوا في القرآن بدون أي دليل علشان دا كلام الله دا بسميه كلام الفاشل العاجز الذي يعجز عن تقديم أدلة يحترم بها عقل السامع طيب نيجي بقى لأخونا أبو العريف دا بيقول لك إزاي يوسف الرامي حمل جسد المسيح وجسد الميت بيبقى تقيل محتاج إلى أكتر من شخص مين قال لك إنه يوسف الرامي هو الواحد اللي حمل جبتها منين أنا نفسي أعرف جبتها منين قال فتاها منين كنت موجود حضرتك كنت موجود هناك وشفت يوسف الرامي كده شمر زراعاته واحتضن المسيح ونزله من على الصليب أولا حتى حتى اللصوص اللي حوالين المسيح دول نزلوهم من جنود الرومان من على الصليب لكي لا تبقى الجسس ليوم السبت كسروا أرجلهم وعجلوا بموتهم لك لما تقرى الإنجيل وإنت حضرتك ما بتقراش الإنجيل طبعا لأنه حرام تقرى الإنجيل أنت بس ماشي على مجرد قال فلان وقال علان وابن علان ثم ابن علان لابن علان لابن علان وهكذا بس لكن تعال أرى الإنجيل أريت إنجيل ويحنة يعني أريت بيقول في عدد 38 من أصحاح 19 ثم أن يوسف الذي من الرام وهو تلميذ يسوع ولكن لخفية لسبب الخوف من اليهود سأل بيلاتوس أن يأخذ جسد اليسوع يبقى هو اللي خد من بيلاتوس هو اللي خد الموافقة من الحاكم الروماني أنه يأخذ جسد المسيح فأذن بيلاتوس فجاء وأخذ جسد يسوع لم يقول وجاء وأخذ جسد يسوع هذا ليس معناه أن يوسف هو الوحد الذي أخذ هو خد التصريح من الحاكم أنه يحمل جسد يسوع لكن وجاء أيضا نيقودموس يعني يوسف الرامي ومعاني قدموس كويس وده كان معلم من معلم اليهود ويحنى الحبيب وآخرون كانوا عند الصليب جبتا منين ما تبطلوا تأليف بقى ويعني اقبلوا الحقيقة اقبلوا الحقيقة كما هي الحقيقة أن يسوع قد صلب الحقيقة أن يسوع قد صلب ومات نفس النص دو بيقول أنه لما جم العساكر الرومان عشان يكسروا أرجل المصلبين وجدوا أن يسوع قد مات وعشان يتأكد العسكري الروماني أنه فعلا مات تعن بالحرب في جنبه انت بتقرأ كرآنك مش بتقرأ انجلنا حاجة بقى التانية يقول لك يقول لك طيب هنا بقى تزاك شوي من الذي صلب ولم ينزف من ايده ورجله دم من جراء دق المصامير يعني هو انستنتق على طول أن فيه واحد صلب كويس بس لم ينزف من ايده دم ولا من رجله دم أليس هو الذي حل عليها يعني بصوا بقى الزكاء يبقى ده مش المسيح يبقى ده واحد تاني حل روح كده روح شيطانية حلت حلت مكان المسيح على الصليب روح شيطانية حلت مكان المسيح على على الصليب الذي يشبه يسوع المسيح يا زكائك طيب خد خادم الرب من العراء وارجع اكمل التعليق على هذا الفيديو هلو هلو مرحبا مرحبا بيك اهلا وسهلا بيك يعني بس اريد اجاوب على السؤال اللي يقول عليه المنقذ السقار انه السيد المسيح له كل المجد لم يصلب ايوه طيب لو سيد المسيح لم يصلب اين هذا الشخص الذي صرد بداله واين عائلته واين قبره ام اوكي طيب وما ذنب الانسان الذي يصلب يعني بدال السيد المسيح امه رب تحلون صح وكما قال كما قال القديس بولوس لو لم يخم المسيح ويصلب فايماننا باطل صح صح لو لا ده صح شكرا جزيلا شكرا لك شكرا لك يعني الخرافة الاسلامية مليانة مليانة بالقصص الاسطورية عن من الذي يصلب ومن هو الشبيه وما فيه شي ممكن اتنين كويس بيتفقوا على على تفاصيل واحدة طيب فهو الفكرة بتاعته بقى الفكرة بتاعت الشخص ده بيقولك انه في حاجة واحد حل مكان المسيح على الصليب هو ده الشبيه ودون كمان اللي شافته مريم والمريمات قاعد على الحجر لما دح رجل الحجر هو طبعا مختلف مع الملاك كويس هو يعني كتاب يقول لنا ملاك بس هو ما اراش كتاب ما يعرفش حاجة عن الكتاب وبعدين من الذي صلب ولم ينزف من ايده ورجله ده من جراء دق المسامير ولماذا عم الظلام ارشليم فكرة اخونا ده بقى الزاكي النظرية بتاعته يعني هو فاق بصراحة فاق ممكس السقار انه التلات ساعات اللي حصل فيها ظلمة على الصليب كويس سوري على الارض كلها التلات ساعات اللي حصل فيها ظلمة على الارض ربنا عمل ايه بدل بدل المسيح بشخص اخر ما هو عمل ايه ما خلاش الناس تشوف فالناس ما شافتش فوقت الظلام ده ربنا بقى اعمل المعجزة بتاعته دي بصراحة ما هو يعني بصراحة الواحد بيقف عاجز امام هذا التفكير العميق الذي يعني لا نجد سواه الا في العالم الاسلامي حضرتك انا انا بجيب الكلام ده وانا عارف انا ممكن بضايا وقت حضراتكم مثلا انا قريكم ازاي المسلم بيفكر از هو عايز يطعن في الصليب باي طريق وما عندوش اي دليل فيعمل ايه فيطعن في النصوص الكتابية ويحاول يشوهها ويحط تفسيره الذي ليس هو تفسيرا اساسا منطقيا علشان ايه علشان يقدم تفسير طب اخد اخونا متى من العرق سلام المسيح دكتور لا يستطيع ان يقيم او يعمل valid argument كما يقال ولا حتى يستطيع ان يعمل sound argument من المستحيل ان يأتي بجدل على اسس منطقية سليمة وهذا السبب في الحقيقة يعني هذا يفسر لنا كيف هاجم الاسلام الفلسفة منذ بداياتها فلو مثلا ننظر الى مثلا ابن سينة كفره ابن حامد الغزالي وذلك لأن ابن سينة كان يقول يعني ادعوني تلميذا لارستو ولا تدعوني فقيها وبهذا 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 السبب اصبحت هناك عداوة بينه وبين الفقاه في عصره الى ان وصل الى الاستنتاج بان الروح هي خالدة واما الجسد فهو فاني وكانت تلك التي قسم الظهر البعير وجاءه حامد الغزالي وكفره وابن قيم ايضا تبت هذا الشيء انا قلي انا لا استطيع ان ادخل في تفاصيل هذا الشيء لكننا نرى عبر التاريخ الاسلام هو يرفض الفلسفة والمنطق صح والسبب في ذلك كما يقول البحر حامد ابو الصمد هناك نظرية نظرية البصلة وهي اننا حينما ننظر الى القشرة للبصلة نقول ان القشرة الخارجية هذه هي سبب المشاكل فحينما نزيلها نكتشف ان الطبقة التي تحتها هي اكثر نتانة وراعبة كريهة ولا نفكر في ان اللب البصلة هو السبب واساس تلك المشاكل الاسلام لم يقدم الحقيقة قدم اكاذيب واغراءات جنسية للانسان من اجل ان يقلب طبيعته التي اصلحها الرب يسوع المسيح الى طبيعة شيطانية ده حقيقة ساقطة مباقعة تحت تحت نير الخطيئة ده صح هي تلك المشكلة شكرا جزيلا شكرا لا لا بالعكس شكرا يا قيمة فعلا هي دي الحقيقة حتى حتى لما نشوف حتى اقتباسات منقذ السقار وغيره علشان يطعن في الصليب هو ما بيفكرش هو كل يهمه انه يطعن مثلا في الصليب او يطعن في متة يعني زي مثلا لما الحلقات اللي فاتت جبت اقتباس لي من رودلف بولتمان وهو لهوتة الماني اللي انكر معجزات المسيح كلها وحتى انكر الميلاد العزراوي بس هو اخذ جزء من بولتمان وقال لك اه الجزء ده كويس انه بيطعن في انه الاناجيل لم تسرد لنا يسوع التاريخ طب يعني يا زكي طب هو بيطعن في اللي انت بتؤمن به يعني انت بتؤمن بالميلاد العزراوي هو بيطعن فيه انت بتؤمن ان المسيح عمل معجزات هو بيطعن فيه ما ياما تاخده كله ياما تتركه كله لكن لانه هو 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 كل هدفه في الحياة كل هدفه كل ما يسعى اليه المسلم هو انه يطعن في الايمان المسيحي وبالاخص في لهوت المسيح وصل بالمسيح دي عمل لهم عمل لهم تربنتينة زي ما بنقول احنا في المصري او سربنتينة او ما عرفش اسمها ايه لكن عمل له قلق في دماغه الصليب عشان كده يعني فعلا كل ما المسلم كل ما المسلم يظهر كره للصليب كل ما بنتأكد اختباريا ان فعلا الصليب هو طريق الله للخلاص لانه ابليس لا يكره الا الصليب وكل اللي عمله ابليس مع الرب يسوع من اول التجربة من اول محاولاته مع هيرودس ان يقتل الاطفال حتى يمنعه من الوصول للصليب لانه الصليب هو خطة الله لخلاص الانسان وابليس لا يريد ان الانسان يخلص طيب ده بس وردكو قد يعني البعض من تلميذ منقذ السقار كيف يفكرون اجي الى موضوع الحلام معلش ندخل الى موضوع الحلام لماذا المسيح لماذا المسيح ولماذا المسيحية ده سؤال لابد اي واحد يطرحه ما يجي حد يقول لي انت بتؤمن ان المسيح هو الطريق والحق والحياة اقول اه طب اي حد تاني بدون المسيح ممكن يخلص يكون لي حياة ابدية اقول له لا ان المسيح هو الطريق والحق والحياة عش كده العبارات اللي بتتقال كل الطرق تؤدي الى روما وكل الديانات تقود الله هي عبارات خطئة هي عبارات خطئة وانا باعتبرها من اخطر العبارات اللي ممكن انسان يقتنع بيها يعني البعض هنا في امريكا بيحط بمبر ستيكر او كده لزق على العربية من ورا كل اللوجوز او العلامات بتاعت الديانات يعني يحط نجم الداود ويحط الهلال الاسلامي ويحط الصليب ويحط رمز البوزية وكأنه هو مقتنع بكل كل هذه انا عندي كلها واحد ليست كلها واحد ليست كلها واحد هذا العبارة عبارة غير صحيحة هل البوزية تقود الله اساسا البوزية هي نوع من الالحاد في طبيعتها وانه الانسان بيدخل فيه اطار الكرمة ويحسب احياته وافعاله هذه الكرمة هي اللي بتكون بتحكم فيه فاذا مات الانسان وكان كويس بيتحول الى بيعمله ري انكرنيشن او اعادة تجسد تاني بيرجع تاني للحياة في صورة كويسة لكن لو هو لو هو مثلا عاش حياته وحشة بيعود للحياة في صورة نملة وصرصار او بتاع الناس يدوس عليه باقدامها البوزية لا تعرف الله البوزية لا تقود الى الله ابدا الهندوسية لا تقود الى الله الاسلام لا يقود الى الله الحقيق يهوى الاسلام يقود الى شخص اخر شخص جبار منتقم لئيم ماكر شخص الانسان لا يستطيع ان يقيم علاقة شخصية معاه علاقة الانسان بيه وعلاقة السيد بالعبد بس لا ترتقي في اي مستوى اخر يعيش الانسان في كل ايامه خوف من هذا الاله وحتى لو عمل كل اللي بيقوله هذا الاله ما يضمنش انه رايح او يكون لحياة ابدية المشكلة العظم ان هذه الديانات ان كانت تقود وهي لا تقود لكن ان كانت تقود فهي تقود الى اله غلط وليس يهوى الاسلام يقود الى اله اخر غير اله المسيحية عشان كده هذه العبارة لا نؤمن بيها ولا يوجد ايضا في هذه الديانات شخص يسوع المسيح الله المخلص كيف يخلص الانسان في البوزية عندهم يخلص يخلص من ايه يعني ايه يخلص يعني ايه يخلص هو الانسان وحش احنا مش محتاجين نخلص احنا بس نعيش نعمل اللي هو عايز يعمله يقول هلنا عليه وخلاص وانتال الموضوع وبعدين في الاخر بقى يكافئنا كل حاجات اللي منعنا منها على الارض هيدهلنا في السماء خمرة هنلاقي في السماء نساء هنلاقي معينه في الارض وفي السماء غلمان هنلاقي هنا وهناك اللي احنا عايزينه والواحد ينكح الواحدة سبعين سنة يعني كلام 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 مش تشمئز منه النفوس بس لكن كلام لا يرتقي بالله وبالقداية سيطلق فليس ليس كل الطرق تقود الى روما وليس اله الاسلام هو اله المسيحية وعبارة نحن نؤمن باله واحد الهنا الهنا اله واحد احنا والمسلمين اله واحد ده عبارة غلط الهنا مختلف ليس هو الله الذي اعلن لنا نفسه في الكتاب المعدس وفيه شخص يسوع المسيح لها كل المجد ما هي المسيحية كيف نعرفها المسيحية ببساطة هي شخص المسيح المسيحية تعرفها البسيط هي شخص المسيح والمسيحي هو الشخص الذي يؤمن ويتبع شخص المسيح وتعليمه اؤمن بي كشخص هو ابن الله الكلمة الازلي المتجسد المساوي للآف في الجوهر اؤمن بتعليمه اؤمن بحياته بموته بسلبه بقيمته بصعوده ومجيه التاني الايمان بالمسيح كلمة الله الاذا للمتجسد الذي عاش على ارضنا وصلب ومات من اجل خطيانا وقام منتصرا من بين الاموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد الى سماء وسوف يأتي ثانية بمجد عظيم ليدين الاحياء والاموات هذا هو المسيح المسيح ليس من ولد في بيت مسيح المسيح ليس من ابو اسمه جيرجس وام اسمها اللي سباط المسيح هو من قبل يسوع المسيح مخلص شخص لحياته ويعيش مع يسوع كرب وكمخلص مخلص لي واما كل الذين قابلوا قبلوا يسوع فأعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله دول المولدين من فوق دول بسمهم كتاب خليقة جديدا كان احد في المسيح فهو خليقة جديدا الاشياء العتيقة قد مضت وهو هذا الكل قد صار جديدا دول اتباع المسيح دول كنيست المسيح دول عروس المسيح لكن لماذا المسيح انا والبعض الاسباب المهمة اللي فعلا تعتبر اساسية ومميزة للامان المسيح لماذا المسيح 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 تخبرنا لماذا الانسان شرير الغلط في الناس what's wrong الغلط فينا ليه ليه احنا وحشين كده ليه لما بيجي الانسان فرصة القتل يقتل ليه لو رفع القانون يصير الانسان وحشي ليه الانسان بطبيعته شرير ليه بيفكر في الشر ليه بيفكر في الانتقام ليه ممكن يظلم ليه ليه الحروب لماذا ظلم الانسان لاخير الانسان هل مشكلة الانسان هي التعليم ما اعتقدش فليس الجهل هو المشكلة المشكلة اكبر من الجهل وليس الفقر هو المشكلة يعني كان دايما يقولولنا انه ما هي الاسباب التي جعلت الجماعات الاسلامية تزدهر في التمانينات والتسعينات القرن الماضي وكان دايما الكتب كنت قرأها كان يقولك بسبب الفقر التعصب الاسلامي والعنف الاسلامي والارهاب الاسلامي ينتشر مع انتشار الفقر وينتشر مع انتشار الجهل اكتشفت فيما بعد ان الكلام دا غلط لانه معظم قادة جماعات الاسلام لهم فقر ولا هم جهلة من الزواهري لأسامة بن لادن للمسؤولين عن الجامعات الارهابية الكثيرة مش جهلة ولا فقر مشكلة مشكلة الانسان جوه زي ما تكلم الرب يسوع الانسان عنده مشكلة والمسيحية هي الوحيدة التي اشارت الى الداء اللي موجود في الانسان هي الوحيدة الطبيب الوحيد اللي يعرف الانسان هو اللي قال انه سبب مرض الانسان هو قلبه انه ساقط الاسلام ولا ايدي انا اخرى ما قالت شي كده طيب اخد الاخت في ريال ونرجع نكمل كلامنا هلو اخي اشفة سلام ونعمة المسيح ربي بارش ويحتاج لك قلب كبير حتى تجاوب نعمة الروح القدس على هذا عبي مريف سامي وعجبتني كلمتي تذاكة حقيقة كلمة جدا حلوة وابو القريف قال انه يجب ستة ستة اشخاص ان يرفعوا جسة المسيح من على الصليب يعني حتى ذكاؤه ابقريته حدت العدد يعني مو خمسة ستة لازم يرفعوا يعني الرب يرحمه وينور عقله اخ اشرف بالنسبة الى الاسلام انا كنت اتناقش مع اخت التلفون اخت عزيزة على قلبي عدها شهادة عالية عن الخلاص في الاسلام فكانت تركز طبعا على الاعمال الصالحة ساعة كاملة انا احكي معاها على التلفون وبدأت معاها من سقوط ادم وحواء بالخطية الى صليب الرب يتسوع المسيح المخلص وتركز ايضا على الاعمال الصالحة اخر شيء قدت سألت حبيبتي اختي وهي غالية على قلبي اذا انت لا سمح الله متى وين راح تروحين اخ اشرف ما جوابت قدت لها راح تقولين اذا تغمدني الله برحمته اذا تغمدك يعني مو متأكدة قدت لها بس انا شوفي هل احكي معاك هاي اللحظة اذا غمطت عيني انا متأكدة بالمية مليون واضقة ومتيقنة هافتح ايني مع الرب يسوع المتيح له كل المج لان هو المخلص اخت اخرى هندوسية صديقة عزيزة علي هم سألتوه ما تاكل لحم البقر زين ليش ما تاكل لحم البقر اتقلي امي امي وجدتي ما يأكلون فانا حسب العادة قلت لحبيبتي تبني ايمانك على العادة وعلى حسب العادات وامتي وجدتك غير لا تم تعرفين السببب وبدأت طبعا اشرح لعن الرب يسوع المسيح والمخلص وعطيتوه نجده لماذا المسيح مات له كل المس والرب يفتح قلوبهم ويفتح اذانك وينالون الحياة الابدية ويحرر من القيود الشيطانية اشكرك اخي اشكرا اخي اخي بمداخلاتك وبمداخلات كل الاخوة المشاهدين في كل مكان وش كده بقول انه الطبيب الوحيد الذي يعرف مشكلة الانسان هو الله وقال لنا انه مشكلة الانسان هي الخطيئة هي سقوط شوف ممكن يبقى الواحد عنده مرض معين ويروح عند دكتور يشخصه غلط ويدله دوا غلط بس يودي في ده فيروح يغيره الدكتور تاني دكتور تاني برضو ما عنده دراية فيديله دوا غلط ويعالجه غلط حد يمكن لما يوصل لو هو محظوظ يوصل الى الدكتور الشاطر يقوله لا 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 كل ده حطه على جنب انت سبب المرض اللي عندك هو الحتة الفلانية دي تشخيص ده الدد ده التشخيص ولما يديله العلاج يديله العلاج اللي يشفيه ده اللي عمله معنا الرب البوزية تقدم الها غير حقيقي الهندوسية تقدم الها لو قدمت يعني غير حقيقي الاسلام يقدم الها مشوها غير حقيقي مزيف حتى لما بيقدم المسيح بيقدم المسيح المزيف المسيح الذي ليس هو كلمة الله الأزلي المسيح الذي لم يمت من أجل فداء الإنسان المسيح الذي هو مجرد حتى ميلاده وولدته من عزراء تفاصيلها كلها خاطئة بقدم لنا المسيح مزيف بقدم لنا المسيح مزيف لكن الكتاب يقول لنا أن مشكلة الإنسان الأساسية هي الخطيئة الجميع زاغ وفسده ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد والرب يسوع قال أنه المشكلة مش في اللي بيدخل الفم مش هو اللي بينجز الإنسان ده اللي بيخرج من الفم لأنه بيخرج من القلب والقلب الإنسان قلبه شرير زي ما قلت ليه الإنسان بيصنع الشر والإثم مش لأنه شرير لا 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 لأنه قلبه أساسا بعيد عن الرب فبيصنع الشر لأنه منفصل عن الله أود كتير بنفكر أنه الإنسان لما بيصنع الشر بيصير شرير لا لا الكتاب يقول لنا أن الإنسان يصنع الشر لأنه شرير مش الشر بيصير الإنسان شرير لا ده الإنسان أساسا شرير فبيصنع الشر لأنه عندك اللي ينبوع اللي عندك ينبوع ميا ملحة فهيطلع ميا ملحة الشجرة الرضية هتطلع فم الرضي الإسلام لم يتناول قضية قضية الإنسان ولم يتناول مشكلة الإنسان عشو كده افترض أن الإنسان ممكن يعمل أعمال كويسة افترض الإنسان ممكن يعمل أعمال صلاحة كيف كيف وهل يستطيع إنسان أن يعمل أعمالا صلاحة وهل يمكن الأعمال الصلاحة تخلص الإنسان مش ممكن لأن أجرة الخطيئة موت وما فيش حل ليها تاني غير الموت ما فيش حل تاني لهذه القضية غير الموت طيب أخذ مدخلة من الجزائر آلو سلام المسيح أستاذ أشهر أهلين سلام المسيح مع حضرتك أنا أمباليا من الجزائر سبق وعايبت لكم خطرات وليوم عايبت لكم ثانية أهلا وسهلا بيكي أنا عندي مدخلة بشبت أشكركم أقول لكم نورتنا نورت العالم بأسعالكم بهذا تقديم نورتنا قلوبنا نورتنا حياتنا الله ينوركم شكرا لكم شكرا لكم الله ينوركم شكرا لكم ربنا ينوركم أستاذ أشرف وينور قناة الحياة وكل مسيحيين في العالم آمين حضرتك من الجزائر آلو أنا من الجزائر وعابرة تعلم شوية لغة مصرية شوية شوية هاتا طيب كويس أنت لو تتصل بينا على طول أن أعلمك لغة مصرية رذبية والله نستغل تعلمها آه أهلا وسهلا بيكي بألك أدي إيه تعرف المزيح آمين قربتونا من الله الحقيقي قربتونا من ربنا العظيم الحقيقي قربتونا من الجاهل والله والله وربي شاهد غير قربتونا من الجاهل والحمد الله ونحمد الله ونشكره على نعمته آمين آمين يعني نشكر ربنا على على حياة حضرتك شكرا أستاذ أشرف أنا نحبكم نحبكم كثيرا يعني ما تتطورتش حل أحبكم شكرا وإحنا كمان بنحب سدقيني إحنا بنحب كل المسلمين ونتمنى من كل أخ مسلم نختبر الحياة في المسيح يسوع زي ما حضرتك كده اختبرتيها أنا اليوم أنا مسيحية ما مش مسلمة وأنا سعيدة جدا سعيدة فرحانة فرحانة وفخورة بنفسي لأنني خلقت من الظلام والبكاء والوسواس والقلق ودرك دائما وأنا أحب دائما أقرأ كتب المقدس في الانترنت كتب خلته في الانترنت ودائما أنا أحب نشوف القناة الحياة وكل القناة الكرامة وكل القنوات لتقدم أرواحنا لتدخل فينا الحب والحياة حتى نخرج من الجهل حتى نخرج من الجهل إلى النور والحمد لله أنا واحدة خرجت من الظلام أشد الظلام أربي شهد علينا والروح القدس شهد علينا ما كاز أي احنا ما نشن كذبو ذرك أنا ذرك أنا على بل ابنة بليك حنا في مسيح يمن كذبوش بس كل شي اللي في القد هو ليت كله الرب ربي باركك الرب باركك آه آمين الرب باركك ويبارك أسرتك ويستخدمك وتكون نور لكل اللي حواليك آمين آمين شكرا لك آمين شكرا شكرا وشكرا على قناة الحياة قناة النور الحياة هي قناة النور واشكركم جميعا وأشكر نشكر ربي يسوع اللي غير حياتك آمين نشكر ربي وأشكركم وأشكر أستاذ واحد وأشكره جدا وأنت أستاذ أشرف كلكم وأماني كلكم نورتون العالم نورتون نورتون قلوبنا شكرا لك الرب يباركك شكرا لك ونسعد نسعد نسعد دايما بسماع صوتك شكرا أستاذ أشرف شكرا 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 أمين أستاذ أربي يحفظكم آمين 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 شكرا لك شكرا سلام المسيح سلام المسيح سلام المسيح مع حضرتك إحنا إحنا مكالمة زي كده بتساوي عندنا الدنيا كلها بتنسينا أي تعب بتنسينا أي تعب بنفرح مع السماء زي ما قال الرب يسوع السماء تفرح بخاطئ واحد يتوب أكثر من 99 بارا لا يحتاجون إلى التوبة إحنا بنفرح مع السماء لما حياة شخص بتتغير لأن يسوع المسيح افتقدها وغيرها وزي ما قالت أختي إزاي حياتها اتنقلت من الظلمة إلى النور ده الوحيد اللي بيعملها لأ المعجزة دي هي معجزة يسوع المسيح مش حد تاني طيب ناخد مداخلة أخرى قالوا مساء الخير أهلا أبو مهند أهلا بحضرتك سحية محبة الأخ الدكتور أشرف أهلا وسهلا بيك لذلك كلمة عن المسيحية إذا سمحت لي بذلك أهلا بس يعني تكون مختصرة وفي الموضوع من فضلك علشان أنا لسه حتى ما تكلمتش في الموضوع اتفضل أنا أسمع منها جوز أن المسيحية ليست منوطة فقط بمبنى نستمع فيه أو يوم معين في الأسبوع لم يقل الرسول بولوس في رسالته إلى أهل أفاسوس أنه خلال أوقات معينة فقط يجب أن تظهر محبة المسيح من خلالنا للآخرين أن نستنتج أن نستنع من نجاسات وعن كلام السفاهة والهزل كلا يجب أن نكون مسيحي صريحين للغاية بطريقة عيشنا آمين ونبتدل وقت الذي لنكون بلا لوم وقداسة آمين هل تعيش أنت حياة مسيحية طاهرة وخالية من أي شائبة هل تعلم أنه يجب عليك أن تكون نورا وقدوة للآخرين لا تخدع نفسك وتقنعها بأن هناك بعض الأوقات تستطيع فيها أن تعيش للرب شكرا شكرا أبو مهند شكرا لك شكرا وفكرة وصلت أنه كنيسة هي لابد أن تكون جماعة المؤمنين الحية اللي بتشهد عن يسوع المسيح وبتعيش حياة القداسة شكرا لك أشكده يسوع المسيح يعتبر هو دكتور طبيب الطبيب الوحيد الذي يعرف مرض الإنسان وأتى لكي ما يعالج مرض الإنسان لم يحتاج العالم إلى عالم لكي ما يخلصه وإلا كان الله أتى إلينا بصورة العالم ولم يحتاج إلى سياسي لكي ما يخلص الإنسان لكن أتى إلينا بمخلص ويدعى اسمه يسوع ليه لأنه يخلص شعبه من خطاياه إحنا عايشين في العالم العربي ويمكن أكتر بقعة في العالم فيها مصائب وفيها حروب وفيها عنف ويمكن السنين اللي فاتت شفنا العنف في صور مختلفة شفنا في جامعات إرهابية شفنا في حرق كناس شفنا في حروب ما بين شعوب وأخرى شفنا بصور مختلفة شفنا في داعش شفنا في الجامعات الإسلامية شفنا في الشمال أفريقيا في العالم العربي كله خليجه لشرقه لغربه ومش بس العالم العربي لكن كل العالم النهاردة إيه مشكلة الإنسان حد من الإخوة المسلمين يقول لي إيه مشكلة الإنسان يقدم لي حل ويقدم لي تشخيص حقيقي لمشكلة الإنسان هذه المشكلة التي تؤرق الكثيرين بل من الفلاسفة والكتاب على مستوى العالم كله لكن المسيحية هي الوحيدة التي تقدم تشخيص صحيح لحياة الإنسان أنه أنه مريد ومرض هو مرض الخطي مرض هو مرض الخطي ولا يوجد علاج للخطي إلا من خلال يسوع المسيح ولا يوجد علاج للقلب النجس إلا من خلال عمل المسيح العمل اللي عمله يسوع المسيح على الصليب وبدون الصليب هيظل الإنسان في خطي وبدون الصليب لن يخلص الإنسان وبدون الصليب هيهلك الإنسان لأجل هذا يكره إبليس وأعوانه صليب المسيح أعداء صليب المسيح المسيحية بقى مش بتقدم لنا بس إنه الإنسان خاطئ وتشخص لنا الإنسان كخاطئ لا 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 المسيحية بتورينا كمان موقف الله من الإنسان الخاطئ لا توجد ديانة لا توجد ديانة تقدم موقف الله من الإنسان الخاطئ معظم وكل الديانات تقدم الله المتفرج على الإنسان المنتظر من الإنسان أن يخلص نفسه الواضع فروداً للإنسان عليها أن يتبعه إن أراد إن أراد إنه يبقى كويس وإنه يروح الجنة بس حتى الجنة مش مضمونة المسيحية تخبرنا بموقف الله من الإنسان المسيحية تخبرنا بأن الله لم يقف موقف المتفرج ولم يأمر الإنسان بما لا يستطيع بالطبيعة فعله لأن الإنسان بالطبيعة لا يستطيع أن يفعل وأن يطيع وصايا الله ده إن أطاع كل وصايا النموس وأخطأ في واحدة يصير مجرماً في الكل زي ما هو واحد كده يشبيه هقالك لكنك صاح الصبح كده عندك ضيوف في البيت أو عايز تعمل أكل ليه أهل بيتك فطلعت عشر بيضات من التلاجة كويس وهتعمل بقى أوملت أو شاكشوكة أو أي حاجة بالبيض وبدأت تكسر بيضة 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 في الإناء اللي انت حضت في البيض وآخر بيضة طلعت بيضة فاسدانة ينفع البيض ده كله بعد كده ما ينفعش كله لازم يتريني في الزبالة لأنه هيسمم الإنسان كله صار فاسد ده أعمال الإنسان ده أعمال الإنسان موقف الله من الخطيئة فيه اسم من أسماء الرب جميل جداً وهو يهوى يرأى يهوى يرأى يعني إيه يهوى يرأى يعني الرب الذي يرى ويدبر وأهم احتياج للإنسان ربنا دبره كان تدبير الخلاص رأى الله احتياج للإنسان أن يخلص فدبر له مخلص رأى الله احتياج للإنسان أنه يتحرر من الخطيئة رأى الله احتياج للإنسان للغفران رأى الله احتياج للإنسان أنه يتبرر أمامه ما كانش واقف متفرج ما قاله هوش يعمل دي ودي ودي لا 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 ده أتى إلينا أتى إلينا في المحبوب يسوع ده مش مد إيده وهو واقف برة لا ده نزل معانا في البحر وإحنا بنغرق عشان ينتشلنا ده انتشلنا من الموت ده الخلاص ده الإيمان بالمسيح ده الإيمان بالمسيح عش كده مازال المسيح بيخلص إلى الآن زي أختنا من الجزائر زي غيره زي غيره زي غيره زي الأخت كل اللي بيتصلوا بينا زي المؤمنين الموجودين في كل مكان العابرين اللي قصصهم موجودة في كل مكان المسيح يستطيع أن يخلصك آمن بالرب يسوع فتخلص أنت وأهل بيتك هنكمل الإسبوع القادم فإلى أن نلتقي فحلقة جديدة سلام المسيح مع حضراتكم